اشتركوا في القناة وبعد توصية مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب جاء فيه أنه تستبدل الدكتورة فرزانة عبدالله المراغي بالدكتورة أمينة محمد بعلاي كممثل عن مجلس التعليم العالي في عضوية اللجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات في هيئة جودة التعليم والتدريب وتكون مدة عضويتها في اللجنة لنهاية مدة سلفها ترجمة نانسي قنقر